السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلنا للبروجيكت ريبورت شون كتب تقارير خاصة بالمشروع طبعا التقرير الخاص بالمشروع انت عندك مشروع معين على سبيل مثال اشتغلت على برنامج او اشتغلت مثلا شايفين جماعة ال IOT والإمبيدد سيستم جماعة اللي استخدمون Arduino و Raspberry Pi مرات يعملون مجموعة مشاريع ويحبون يوثقوها تمام هذه هي البروجيكت ريبورت او مثلا انت عملت فت مشروع نظام خلي نقول ادارة مدرسة تعليم الكتروني سيستم معين فلازم تعمل لتقرير زين شنو الاشياء اللي موجودة بيها شنو الخصاص اللي موجودة بيها البروجيكت ريبورت ما يختلف عن الريبورت اللي شرحناه بدروس السابقة نهائيا بس ذاك الريبورت هو عام لأي شيء هذا لا فقط بروجيكت اذا انت عندك مشروع تسوي له ريبورت خلي نقول مثلا ادارة مشاريع انت دارس بعد ما خلصت انجاز الادارة مشاريع لازم تعمل تقرير تقرير عن المشروع اللي انت صنعته برنامج كان حقيقة كانت علمية مثلا اكتشفت سويت في التجربة بالبيت براوتر كان عندك راوتر مثلا خلي نقول وسويت في التجربة واكتشفت شيء لاتجري تعمل عنه تقرير وتكتب بيها التفاصيل مالتاك حتى نكتب التقارير سواء كانت عامة او سواء كانت خاصة بالمشاريع فاول نقطة لازم شنو decide the objective لازم نحدد الغرض من التقرير هذا الوصف نحتاج الى وصف هذا التقرير شرح وكذلك ممكن يكون بها توصية وكذلك لازم يكون بها ايضا الاقناع القدرة على الاقناع انه توصل للفكرة انه هذا المشروع مهم الى واهداف لازم يكون في داخلها وطبعا الموضوع بتفاصيله من تكتبه لازم تكون انت دائما مركز على الهدف اللي انت جاي تريد توصلها تمام حتى شنو يسهل على القارة يفهمك بالضبط انه هذا المشروع او هذا التقرير عن شنو يدور نقطة رقم اثنين understand your audience بمعنى انه انت من تجي تكتب تقرير سواء كان تقرير عن مشروع تقرير سنوي بغض النظر تمام او تقرير عن مراجعة مالية على سبيل المثال او لا تنسى انه اضيف بيها البيانات تكون مدعومة بالصور الرسومات هذه مهمة جدا ليش لانه انت من تجي اضيف الصور و اضيف بيها بيانات هذه رح تكون شوية اسهل للقارة انه يفهم شنو جايد يدور بالمشروع مالتك ما يكون فقط كتابة هذه مهمة جدا تمام ما يصير يكون بطريقة اللغة جدا عالية يعني هي ليست ورقة بحثية اكاديمية حتى تستخدم الكلمات الرنانة لا خليها بسيطة جدا حال حال كتابة بريد الكتروني على سبيل المثال تمام تفتح ملف وورد وتجي تكتب بها التفاصيل مالتك وشنو اللي يستخدم طبعا ما تستخدم كلمات ركيكة جدا لا يعني تكون اسلوب طبيعي جدا يوصل الى الفكرة انت شنو اللي تريد توصل الى تمام حتى شنو يكون الكتابات مالتك اكثر تقبلا للقارة النقطة الرقم 3 هو report format and type قبل لا تبدأ بالكتابة لازم تتحقق من تنسيق التقرير مالتك تمام سواء كان هذا تقرير او خلي نقول presentation عرض تقديمي مثلا powerpoint على سبيل المثال هل انت تحتاج الى انه تعيد صياغة التقرير الرسمي مالتك او كان تقرير غير رسمي او تعيد صياغة التقرير الميزانية والمالية بيها او انت تتعمل تقرير تقني او تقرير project على سبيل المثال او تقصي حقائق تمام او تعمل تقرير لحل مشكلة معينة هذه لازم اتحددها هذا تقرير شنو ما يكون تقرير عام انا اجي اخبط كل الانواع مع التقرير ووضعها في تقريري هذا الشي ما يصير لازم يكون معروف فلذلك رح تلقى انواع من التقارير عندك تقارير احنا نسمي بالannual reports اللي هي تقارير سنوية هذا يغطي لك شنو الاجراءات اللي انت عملت خلال سنة تمام يعني فتشي عام يكون بيها مدى تقدم الشركة والمؤسسة والمنظمة والمبادرة اللي انت بيها اداء العمل اداء الشركة نفسها اداء المؤسسة نفسها اداء الموظفين المحافظات وفروعها مثلا كذلك ممكن تسمح لأعضاء فريقك بداخل الشركة انه يزودك بالبيانات والمعلومات عندك weekly reports اللي هي تقارير الاسبوعية تقارير الاسبوعية هي تفيد فريقك انه مثلا تشغل على المسروع معين كل اسبوع ينطيلك تقرير شنو الاجراءات اللي صارت تمام حتى يخليك في الصورة وتعرف مدى تقدمك بالمشاريع اللي انت جاي تشرف عليها والاهداف مالتك حتى سواء كانت من منظمة او مؤسسة عادي جدا بس التقرير هذا يكون بسيط على فكرة يعني ممكن يكون صفحة واحدة صفحتين صفحة واحدة كلش كافية اوكي بيها شغلات محددة ما يكون تفصيلية بالكامل نهاية عندك تقارير المشروع اللي واحنا بصددها تمام هاي نوع من التقارير ليش نحن نسويها اول شي حتى عضاء الفريق اللي يشتغلون على هذا المشروع او انت اللي تشتغل على هذا المشروع يكون عندك اطلاع كام تام ودائم بحالة المشروع وكذلك الكلاينت الزبون العميل ايضا يكون عندك اطلاع لازم تطلع تقارير تزودهم بتقارير المشروع حتى يعرف بالضبط انت جاي تسوي يكون هاي تقارير مثلا مدعومة بمخاططات زمنية يعني انه ارح اسلم لك التقارير في فلان يوم انه انا خلصت جزء الفلاني على سبيل المثال تخلي بها موعد نهائي حتى الكل يكونون بالصورة الكل يعرفون ايش داي يصير بالمشروع سواء هما فريقك او الزبون العميل اللي داي ينتظر من عندك المشروع ادنا sales marketing reports اللي هو تقارير مدعومة المبيعات والتسويق هذا النوع من التقاريرات ضروري جدا لفريق المبيعات والتسويق حتى يكون عندهم اطلاع دائم شون جاي تمشي المبيعات وشون الاستراتيجية اللي هما حاطينها سواء في المبيعات او بالتسويق شون هل بيها اخطاء و بيها مشاكل زين وتكون اكيد بيها رسوم بيانية هوامش الارباح اللي موجود بيها نسبة المشاركين نسبة الزيادات بالمال او بالتفاعل في البيج مالتك مثلا على social media او شراء المنتج مالتك هذه كلش مهمة تمام لان هذا النوع من التقارير اتحدد الاستراتيجية مالتك وشون الاشياء اللي انت تحتاج انه تغيرها او تبدلها في المستقبل عندك الريسيرت ريبورت اللي احنا ايضا اخذنا عنه فكرة هاي بالنسبة للجماعة الدراسات العلية والجماعة اللي مشغولين بالابحاث اللي تكون دراسة دقيقة جدا ومتعمقة اللي تنطيك معلومات تقرير بحثي موجود فيها نتائج علمية بيانات ممكن تكون باحصاءات من دراسات معينة فهي شيء او نوع من التقارير الرائعة اللي تجارك بها نتائجك هذه ايضا تندرج من ضمن البروجيكت بريبورت تمام يعني في عندنا احنا استاذ يطلب من عندنا مشروع معين نشتغل عليها فيدخل من ضمن الريسيرچ ريبورت الريسيرچ جائما جماعة الاكاديمية يستخدموا وعدنا أكاديميك ريبورت اللي هو تقرير أكاديمي هذا تقرير بحثي هذا تقرير أكاديمي تقرير الأكاديمي ينطلب من عندك بالكلية بالمدرسة مرات المدارس الانترناشنال اللي يطلبون من الطلاب حتى الابتدائية يعملون تقارير بس غالبا يستخدموها جماعة الدراسات العلية او الطلاب الجامعيين مثلا فعنده اسلوب خاص بالكتابة ويكون رسمي جدا تمام ويكون موضوع محدد هو يختار الطابل اعطالب او الاستاذ مالتا آلية الكتابة سهلة جدا يعني ممكن تتعتبرها بست خطوات الخطوة الاولى اللي هو البدي اللي هو الداخل التقرير نفسه اللي يحتوي على الانتردكشن تمام فهذه رح يكون بها التفاصيل مالتا وهذا الشي احنا اخذناه بالريبورت هم ايضا تمام هذا الكلام ينطبق للريبورت العادي وايضا للبروجيكت ريبورت حتى تكون في الصورة الشغلة الثانية التي تضمنها ايضا التقارير هي الفيجول وذ باربوس اللي هو الصور الصور اللي تدعم او توصل الفكرة بشكل اسهل للقارئ والغرض تمام هذه مهمة جدا النقطة رقم الثلاثة هي الطريقة الكتابة مفروض انه يكون عندك طريقة كتابة جيدة ما تكون ركيكة جدا زين وما تكون بطريقة شكسبير بحيث انه ما يعرف يفهمها اوكي فتكون بطريقة مرتبة رسمية بحيث انه يقدر يقراها ويستمتع بها تمام نقطة رقم اربعة لازم تكون ملتزم بالفاكتس not reality اكو فرق بين الرياليتي والفاكت رياليتي حقيقة فاكتس هو الواقع تمام فخليك واقعي دائما خليك واضح من تنطي استنتاجات تمام تكون واقعية مو خيال علمي اوكي النقطة رقم خمسة في كتابة التقرير استخدم القواعد واستخدم برامج كثيرة فيها تشيك لك القواعد اللغوية والنحو مالتك ورح يطلع لك الاخطاء مثل grammar لعاسب المثال البرنامج تمام وعندك تذكر الappendings اللي هي المصادر انت منين جبتها يعني انت من تنطيني هاي المعلومات انت منين جبتها منين حصلتها فتذكر لي المصادر بداخل التقرير مالتك فهي هي الخطوات السهلة الستة الاساسية اللي ممكن انا اعتمد عليها النقطة رقم اربعة هي انه gather the facts and data انه شون نجمع البيانات والحقائق ومو اي بيانات نجيب البيانات اللي تذبت حجتك الحجة مالتك بهذا الريبورت مشروعك على سبيل مثال مشاريع دائما لازم تكون بيها حقائق وبيانات مثلا ممكن تستشهد بدراسات او مقالات سابقة لحالة من حالاتك على سبيل مثال خامسا يكون عندك structure the report لازم التقرير مالتك يكون على شكل اجزاء هيكلية ثابتة يعني مثلا تبلش بال executive summary او abstract احنا نسميها في بعض الاحيان ممكن تسمع بي executive summary او مرات يكتبون abstract اثنين اعتم نفس المعنى تنطيق اللي هو الملخص التنفيذي هذا يكون اول الصفحة اول الصفحة راح تلقى موجود واخدنا هذا الامثلة بالفيديوهات السابقة وشفنا هذا الشي بعد الابستراك او executive summary اللي هو قلنا عليه الملخص التنفيذي راح يجي شنو راح يجي الانتروداكشن اذا الملخص التنفيذي شنو هو شوف هذه اول شي تيجي اول الصفحة تيجي اهم مهمة جدا 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 مرات يستخدموها مرات لا بس انا من الناس اللي احبها جدا انا من الناس اللي احبها جدا ليش هاي شنو قصتنا بها طبعا هي تقريبا 200 الى 300 كلمة ومرات 150 كلمة هاي الملخص يعني انتش جايدة تحكي حتى ليش اقرر التقرير كامل ممكن تقريرك يكون 5 صفحات 6 صفحات 10 صفحات يعني اريد اختصر الوقت فعني اجي اشوف في الاكسكيوتف سمري مالتك اولا بسرك ملخص اشوف هو من نفس الموضوع التحكي بي لولا هذا شنو هنا 100 كلمة الى 300 كلمة او 200 كلمة كلش مناسبة تنطي بيها فكرة انتش جايدة تدرس وانت يا موضوع راح تتكلم وش سويت بس حتى اني افهم اكمل التقرير لولا بعد ذلك الانتروداكشن اللي هي المقدمة المقدمة راح ينطيك خلي نقول تمهيد لما بعد الصفحات زين المقدمة هي انه يحدد نطاق التقرير مالتك زين يحدد لك المنهجية زين ويحدد لك الهيكل المحتويات اللي موجودة الانتروداكشن مثلا خلي نقول انا على سبيل المثال شنقول 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 بنحكي عن البيارات الضخمة بيك داتا تمام فالانتروداكشن مالتي راح يكون على سبيل المثال اتكلم عن البيك داتا اقول انه البيك داتا ظهرت في هذا العصر وهي مهمة جدا وكثير من الشركات يعني انطفد مقدمة هي القارة عن الموضوع اللي راح اتكلم عليها البادي شنو راح يكون هو خلي نقول الجسد التقرير اللي راح يكون فيها التفاصيل مالتك اللي هو يعتبر اطول قسم بداخل التقرير مالتك طبعا راح تكون بيها تناقش بيها الموضوع مالتك تحلل بيها البيانات مالتك التوصيات مالتك الشغلات الاساسية اللي هي الرسومات اللي تدعم الموقف مالتك هذه كلها راح تكون في البادي زيان كل الكلام هذا اطول شي والبادي راح يكون كل الكلام راح يكون في البادي وطبعا تقدر تقسمها على شكل العناوين رئيسي وعناوين فرعية عندك ايضا جزء الكونكلوجين اللي هو الخلاصة الخلاصة شنو هو فتشي موجز عن الموضوع مالتك فتشي موجز جدا واجراءات اللي مفروض انه القارئ يتخذها اوكي يعني ما تكون الكونكلوجين جدا طويلة ممكن فتشي موجز خمس ستة اسطور او اربع اسطور في ناس اصلا ثلاثة اسطور تخلي رقم ستة ريدابلتي اللي هو شنو القراءة ممتعة لازم تكون التقرير مالتك قراءتها ممتعة ريدابلتي ريد يعني يقرأ ريدابلتي قابل للقراءة في ناس تكتب تقارير يعني الله يسامحهم والله الله يسامحهم ما تعرفوه ايج دي يكتب او ورقة بحثية وما تعرفوه ايج دي يحط شي زين فالله يسامحهم فانت تحاول انه التقرير ماتك من تكتبها تكتبها بطريقة واضحة سهلة والشخص يقدر يقراها ويكون بها تنسيق هاي نقطة جدا جدا مهمة اوكي عدنا ايضا التحرير التحرير دائما ما تكون المسودة الاولى احنا قلنا بالتقرير احنا من نكتب نكتب مسودة اولى فدائما بالمسودة الاولى من التقرير ما راح تكون مثالية فتحتاج لها تعديل مراجعة محتوى ترتب بعض الامور ممكن انه تسأل صديقك ممكن انه تسأل استاذك مثلا بالجامعة انه يساعدك على هذا الموضوع اوكي اشتركوا في القناة